اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهكذا فبنعرف كام وقت عدة من ساعة الارجين من ساعة البداية فاحنا عايزين نعرف ازاي نعمل ده كمان بالنسبة للجيولوجي فعشان كده العلماء عملوا الجيولوجيك تايم سكيل وهو هلوة قوي يعني التأسيم بتاع الجيولوجيك تايم سكيل ده بناء على الأحداث المهمة المؤثرة اللي حصلت في الأرض اللي احنا درسناها بقى اللي هي سعباء الابوليشن اف هيدروسفير والجيوسفير والبيوسفير فالحاجات دي كلها اللي احنا درسناها العلماء حددوا إبنتس مهمة جداً فيها وبانوا على أساسها الجيولوجيك تايم سكيل طيب كي اللي حصلت مرة واحدة بس يعني هي زي مثلاً او اللي هي لما حصل للأوتر كور والإنر كور والكريست وكده او يبقى دي اسمها خلاص هي حصلت فكده ما فيش مش هيجي أتموسفير كمان بعد أربع سنين يتعامل تاني ولا أوتر كور والإنر كور هيتعاملوا تاني لا هي حصلت خلاص تمام طيب دي حاجة يسمها بقى cyclical events cyclical events دي بتأقر in a cycle يعني بتبقى cycle كاملة تتعاد كتير زي مثلاً mountain formation ان احنا formation بتاع mountains بالcollision واللي هي conversion boundaries والdiversion boundaries وهكذا او volcanic eruptions او earth quakes يبقى دي حاجات بتتقرر كتير حاجة ممكن مثلاً شخص عايش من 100 سنة وشخص عايش دلوقتي يبقى حصل عنده نفس event ان هو ده شاف زلزال وده شاف زلزال برو او ده حصل عند يعني وقتها mountain formation وده برضو حصل وقتها mountain formation تمام؟ يبقى دي cyclical events طيب العلماء حصل بروتاني ومشتر 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 تتعاد تتزاد على مرور الزمن فاحنا محدد اصل او اول الجيولوجيك او الـ اللي احنا نتكلم عليها في الجيولوجيك نرجع برضو نفتكر حاجات مهمة عندها هي بتكون في sedimentary rocks وإيه بتكون indicator ان احنا نعرف الarrival او extension of different species يعني ايه يعني ايه يعني انا ممكن نلاقي شوية فاصلز واعرف وقت الارجانيزم ده حصل الarrival وقت كان بدأ يبقى موجود وقت حصل الارrival وقت انقرض خالص من على وجه الار حلو قوي فعشان كده هم استخدموها كmarkers علشان يحددوا بداية ونهاية ازمان معينة ازمانة معينة سوري في الgeologic history زي ما هنشوف في الgeologic time تمام وحنا كده خلنا اول حاجة ايه هو الgeologic time ايه هو الgeologic time سكيل عرفنا الفرما بين ال one time event والcyclic event وعرفنا ان العلماء اعتمدوا على ال one time event شان هي تبقى حاجة دايما لكن cyclic events مش بتبقى دايما فمش دليل على ال information of earth او الhistory بتاع ال earth فعشان كده اعتمدنا على one time event وخدنا الدليل بتاعنا هو الفصل بتاعة الorganisms سواء لسه يعني عشان نعرف وقته كانت عايشة ووقته حلوة قوي ندخل بقى في ايه هو الgeologic time سكيل ده شكله عامل ازدائي هو زي في الساعة كده او قريب من المفهوم الساعة اللي احنا اتكلمنا عليه فيه يونت سكبيرة وينت سي صغير عشان عندنا في الساعة الكلوك بتاعتنا اكبر حاجة هي الساعات وبعدين فيه الدقايق والسواني وكذا احنا هنا برضو عندنا الكبير اليونت الكبيرة بتاعتها هي الايون وبعدين عندنا الساعات اللي هي الارا وبعدين عندنا الدقايق اللي هي الperiod يبقى الساعة والدقايق والسواني طيب هنقسم ده ازاي او العلماء قسموها ازاي بناءا على ايه قسموها على حسب الجيولوجيكا الاباين المهمة اللي حصلت فيها زي مثلا عندنا هنا اول حاجة الايون الايون متقسمة لاثنين ايون اساسيين هما علميا يعني علميا التقسيم بتاعتهم تلاتة بس علشان إحنا جمعنا الأرشن والبروترزوك في البريكامبريا فعشان كده بقوا اثنين أساسيين تمام؟ فإحنا عندنا دلوقت البيكامبريا اللي هو شامل الأرشن والبروترزوك وكمان عندنا الفنرزوك تمام؟ يبقى ده الإيونز بالنسبة لنا إيه هي الإيونز؟ هي الارجست تايم يونت انهيستري يعني هي أكبر تايم يونت عندي هي الساعات بتاعتي تمام؟ الطيب الـ إيونز دی بتجتمل على إيه؟ زي ما قلنا بتجتمل على الارشن والبروترزوك وكمان البروترزوك طيب فيه برضو يعني من ضمن الإيونز دي فيو علماء بحطوا الهيديان من الإيونز الهيديان زي ما قلنا البداية بتاعت الفميشن بتاع الأيرس فكنين زي ما قلنا الأيرس عندنا كان الهيديان فيو علماء بيتضمنوا أو بيحطوا الهيدين ده من ضمن الأيانز فالهيدين ده حصل فيه أول حاجة المون فورميشن بدأ المون بتاع الأيرث يفورم ثاني حاجة الميتيورايتز بمبارتمنت أو ده كان الوقت اللي بيحصل فيه تصادم لكمية كبيرة جدا من النازق على الأرض فخلت الأيرث انتيريور يبقى هوت وبدأ الأيرث يفورم المانتل والكور والكراسب زي ما اتكلمنا فيه بتاع الجيوسفير طيب وإيه كمان؟ بدأت Living Organisms أو Forms of Life تبدأ يعني إيه؟ تاخد خطوتها الأولى في الفورميشن في End of Hedion أو في Late Hedion زي ما اتكلمنا برضه عن السيان بكتيريا وإن هي بدأت تعمل أكسوجين فبدأ يحصل Form of Life في Late Hedion طيب الهيدين ده كان وقته الهيدين إيون كان 800 أو فضل 800 مليون ييرز أو 800 ميجا أنم عشان لو شفتوها في أي ريفرنس هو إيرس كوم كتبها برضو كده هتلوجم بها M A معناها ميجا أنم دي معناها أن هي 10 to the power of 6 years يعني حوالي مليون سنة فالهيدين عندنا قعد حوالي 800 مليون سنة هيدين تمام؟ دي إيه بس يعني إيه نتخيل إنها إيه عشان بس mouse boys أنا تمام؟ طيب هي معلومة كده على الهيد مش يعني مش هنحتاجها بس عشان لما تكونوا شايفينها تكونوا فاهمين الrepresentation بتاعه تمام؟ طيب فكده احنا عرفنا الهيدين وقعد قد إيه وده كان أول واحد من البريكامبريان إيه زي ما قلنا كان الهيدين طيب فيه برضو كمان الأرشان الأرشان إيه بقى قعد حوالي 3.8 لـ 2.5 بليون ييرز قعد 3.8 لـ 2.5 بليون ييرز أو جيجا أنم طيب بما أن الميجا ده 10 to the power of 6 فالجيجا تعتبر ايه؟ صح 10 to the power of 9 أو بليون ييرز يبقى قعد حوالي 2.5 sorry 3.8 لـ 2.5 جيجا أنم حلو أول طيب اللي حصل ايه بقى في الـ أرشان إيهون ده؟ بدأت بقى الـ بتاعت الـ cellular life بدأت هي الـ microcellular organisms تبدأ ويحصل photosynthesis أو تبدأ الـ plants تعمل photosynthesis فكانت بداية formation of life أو ظهور البيوسفير تمام؟ طيب وإيه آخر حاجة البروتوزوك إيون البروتوزوك إيون ده قعد حوالي 2.5 لي 550 مليون ييرز تعملين 2.5 لي 550 مليون ييرز أو ميجا أنم يعني برحيتكو اللي يكون أسهلكو في الـ ربزنتيشن تمام؟ طيب حصل إيه بقى برضو في البروتوزوك؟ حصل الأبيرنس of early life form هنا بدأ بضبط الـ formation أو الـ appearance بتاع اللي وإيه كمان حصل the first major glaciation كان حوالي 2.3 بليون ييرز بدأ يحصل الـ formation بتاع ال first forms of life يعني هي لو تسأل بالتحديد بالتحديد وقته ظهرت ال first forms of life هتكون البروتوزوك علشان البقين دول يعني الظهور بتاع forms of life في الإيونز البقية ما كانش بايه الكسرة أو ما كانش بل هو زي ما نوك ده predominant أو ما كانش هو أكبر حاجة حصلت كانت الـ formation بتاع forms of life لكن في البروتوزوك هو الأساسي فيه appearance of the early forms of life حصل حاجة برضو اسمها first major glaciation تمام فهو ده اللي حصل في البروتوزوك ايون فيه بقى عندنا كمان الفانوزوك سوري الفانوزوك ايون الفانوزوك ايون ده بقى هو اللي موجود معنا حد دلوقتي هو ده يعني زي ما انتوا شايفين كده هو current بالنسبة لي هو برضو متقسم لحاجات كتيرة جدا طب ايه الحاجات اللي متقسم لها دي او ايه السبديفجنز بتاعته دي دي اسمها الارض الارض هي ثاني او shorter units of time يعني حاجة اصغر من الايون تمام طيب بس يعني معلومة كده على يعني الهامش برضو ان الفانوزوك ايون هو اكتر ايون حصل فيه climate او زي ما قلو changes في الاتموسفير يعني large scale changes في الاتموسفير حصل اكبر تغير في الاتموسفير تمام بينما البريكامبريان كان كل التغيرات في الجيوسفير والبيوسفير تمام طيب الفانوزوك ايون بتاسلم بقى الايه البالوزونيك والميتوزونيك والسينوزونيك البالوزونيك والميتوزونيك والسينوزونيك البالوزونيك بقى اه حوالي توهندردن ناينتي مليون هيرز تمام يبقى البالوزوك توهندردن ناينتي مليون هيرز حصل ايه في البالوزوك حصل ان دي كانت الرا of ancient life بالنسبة لنا او رعلا ما اسموها الرا of ancient life ليه لان انتو لو تلاحظوا البالوزوك بالوزوك دي فاكرين لما كنا خدنا عن البالنتولوجي ان هو study of fossils فالبالوزوك ارا هي اللي حصل عندها اللي اللي صوري life forms بتاعتها معظم الفاصل من البالوزوك ارا يعني معظم الفاصل اللي عندنا من البالوزوك ارا طيب الميزوزوك ارا بقى قعدت 185 مليون years 185 حصل ايه بقى في 185 مليون years دول حصل ال ارا of middle life يعني بدأت بقى الحياة اللي هي زي ما نقول مش البداية لا اللي هي الحياة العادية او معظم الكائنات بدأت تظهر ده كان ساعتها وقت ظهور الديناسورات الage of dinosaurs وكانت عشان كده العلماء سموها الارا of middle life طيب السينوزوك بقى السينوزوك عادت 160 million years 165 sorry 165 لا بعتذر هي 65 ماشي مش 165 هي عادت 65 million years ويمكمل الحد دلوقتي يعني احنا دلوقتي في السينوزوك ارا طبعا احنا في الزوك ايان في السينوزوك ارا طيب حلو اللي حصل بقى في السينوزوك ارا زي ما احنا عارفين هي المودرن لايف بتاعتنا وكانت الابيرنس اوف ماملز زي ما خدنا ان في الميزوزوك كانت الابيرنس اوف ديناسورز كانت في السينوزوك الابيرنس اوف ماملز بدأت بقى الياسديات تظهر وساعتها كانت الفاصلز برضو بتاعت الماملز دي ظهرت تمام طيب حلو قوي احنا كده خدنا الايونز وخدنا الارض طيب وخدنا كل ايون قعد قد ايه وكل ايون قعد قد ايه وحصل فيهم ايه او الميجور افنس اللي حصلت فيه طيب تاني او اخر بقى اصغر يونت عندنا هي البريد هي بالنسبة هي الدقايق او سوري عره السواني بتاعنا في الساعة طيب كل ايون من دول متقسم سوري كل ايون من دول متقسمة البريد زي ما احنا شايفين فالزوي عندنا الكامريان والأردوبيجيان والسلوريان والدوبينيان فدول كل واحدة فيهم برضو حصل فيها ميجور ايبنت في البيوس فيه زي ما احنا شايفين هنا تمام مش هنقشهم كلهم قوي يعني بس حابة اقولكو كده فان تاكت ان الاساميهم غريبة ليه اللي هي الكامريان والأردوبيجيان والسلوريان علشان دي اسامي ترايبز واسامي علماء لما العلماء جومي سمو البريدز دول سموها على حسب العلماء اللي اكتشفوها او الاماكن او الترايبز اللي كانت اكتشفت الفترات دي او كانت موجودة في الفترات دي طيب في اسم كمان او في يعني سب ديفيجيان كمان ليه البريدز دي هي الابوشل الابوشل ودي تعتبر اكتر حاجة بريسايز او يعني هي اللي بتدفين الام بريسايزلي في الجيولوجي تايم سكيل هي بيبقى فيها اكتر ال ايبنس اللي هي علاقة بالكلايمت شينج مش بالبيوسفير بس فلما نيجي نقول مثلا على حاجات ليه علاقة بالكلايمت شينج زي مثلا الماجنتزم ريفيرس او الروك او الروك دي بوزيتس او اي 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 افنت صغير حصل لفترة قليلة جدا جدا مش يعني ماخدش ملايين سنين او بلايين سنين زي ما شايفين في ال ديوريشنز الثانية فبنقول عليها اي بوزيتس اللي هي ما نقول كده ال highlight بتاعة كل فترة فيهم او نستطيع لكم بس حاجة احنا اتكلمنا عن ان الميتوزوك هو اللي ظهر فيها الدايناسورز ظهرت وقتها بالضبط ظهرت بالكريتيجيز ده بدأت تحصل فيها او يعني هي ما بين الجراسك والكريتيجيز يعني بدأت الورميشن او البرزنس ديناسورز وفي ما يدرسوها في الباليوجين الباليوجين بدأت دراسة الفاصلز بتاعة الماملز دي تمام فدي تعتبر يعني زي ما نقول كده ال اختصار بتاع الدرس بتاعنا بس في طريقة اسألة كتير ل كل الحوارات دي انا عرفة ان الاسامية بتلغبط و كمان يعني طبعا اعرف من الاسم ده ايون ولا ارا ولا بريد لو جاني فعشان كده تلاقين فيديو في ميمونكس صراحة صريفة جدا عشان نفتكر الجيولوجيك تايم سكيل فخلينا نشوفه كده مع بعض اول حاجة هنا بنتكلم عن الارض طيب الارض في جملة او في يعني فريز كده ممكن نقولها هتسهلنا الحفز بتاع الارض وهي press the bail button to message the center press the bail button to message the center هم دول الارض اللي عندي ايه هم بقى press d جاية من الprecampean تمام يبقى press d precampean حلو وال pale اللي هي الـ باليزوزوك message mesozoic وال center السينوزوك تمام واحنا عايزين نحفز الارض كده هي press the bail button to message the center تمام حلو طيب ده كده بالنسبة الارض طيب camels often sit down carefully perhaps their joints speak الجملة طويلة شوية بس لو حفظناها ارحم ان احنا نحفظ كل الاسامة بتاعت الفيديو عندنا camels هنا الكمبيان و often الارضبيجيان sit cilurian و deep devonian وهكذا برضو carefully اللي هو الكاربونيفيروس و perhaps premium و ترياسك وجهي الجراسك و اخر حاجة تمام عايزة برضو اقول لكم حاجة يعني عشان ممكن الاسامة بتكون بالنسبة لكم نوعا ما مألوفة نوعا ما للناس اللي كان بتذاكر من هجل الدراسات فقولة سانا قولة جديدتا هو دي اللي احنا اخدناها في الازمانة الجيولوجية تمام فعشان لو الاسامة مألوفة بالنسبة لكم يعني ايه تعرفوا ان هو احنا اخدناها قبل كده طوام يبقى احنا كده عرفنا ان الارز اصري الامزة عندنا هنحفظها ب press the bail button to message the center و بالنسبة ل ال periods هنحفظها ب camels often sit down carefully perhaps their joint street و اخيرا ثم ايه اخيرا اخيرا وليس اخيرا الابوشيس عندنا الابوشيس معظم بتقف السين وزوج ارا انا دي معلومة انسي تقولها للأسف بس سمع معظمهم في السين وزوج ارا لان هي دي الارا اللي بدأت يحصل فيها changes هي الحالية اللي عندنا ف نقدر نحفظها put eggs on my plate please honey put eggs on my plate please honey ليه بقى لان احنا عندنا ال P هنا اللي هي البالوسين الباليوسين واليوسين وال أولوجوسين والميوسين والبلايوسين والبليستوسين والهولوسين فهم دول الليبوشيس أو الليبوشيس بتاعت السين وزوج ارا نقدر نحفظهم بيه put eggs on my plate please honey تمام؟ أتمنى يكون الطريقة كتتأسهل شوية يعني سواء علم معلومة أو علم مرياضة يعني الموضوع هبقى صعبة على كله نعارفها بس الحاجات دي مهمة نفتكرها علشان نعرف لما يدينا الاسم نحدد هو ion ولا era ولا period ولا eposh عشان نقدر نprocess المعلومة صح ونجواب على السؤال صح تمام؟ احنا كده خلصنا طوالك كبير جدا من ال-o باقي بس جزء بسيط وهو geologic evidence السينتس بقى لما جوم يحطوا geologic time scale دول اعتمدوا على evidence اعتمدوا على دلائل موضوع عليهم من ال-biosphere زي ما قلنا فكانت ال-evidence دي متقسمة لأربع حاجات أساسية أو يعني خدوا ال-evidence بتاعتهم من أربع مكين أساسية أول حاجة الماونتنز الماونتنز كانت evidence عن أن حصل plate collision و volcanic eruptions لأن احنا فكرين نحن أخذنا الماونتنز ممكن تحصل نتيجة ال-diversion و-conversion boundaries وكمان نتيجة subduction فهم أخذوا الماونتنز على أساس أنها evidence لل-plate collision و volcanic eruptions طيب فيه كمان عندنا ال-shield ال-shield كنا أخذناها برضو إن هي the thickest part of the continent اللي هي part of the continent اللي بيحصل لها weathering easily فالعلماء أخذوها ك-evidence على formation أو evolution of crust ال-shield كانت evidence على evolution of crust حلو قوي طيب عندنا برضو banded iron formation البندed iron formation دي إحنا أخذناها اللي هو اللي فات هي evidence على formation of atmosphere فهي evidence على formation of atmosphere ال-founded iron formation وأخيرا وليس آخيرا الفاصلز أو changes اللي حصلت في الفاصل groups التغير اللي حصل في الفاصلز يعني مثلا فيه فترة كان فيها وهاكذا فالفترات المختلفة بتاعة الفاصلز دي العلماء أخذوها evidence على changes اللي حصلت ان كان فيه عندنا تغيرات دايما بتحصل في المناف فبدأت كائنات معينة هي اللي تعيش وكائنات التانية لا تمام حلوة طيب دي يعني evidence على وحدوث processes معينة طيب إزاي بالظبط العلماء قدروا يحددوا الوقت بتاع ال-events دي أو عن طريح حاجتين أول حاجة principle والsuperposition superposition ده اللي حنا خدناها في البيولوجي برضو وإيه تاني حاجة ال-radioactive dating طيب principle of superposition ده أو relative dating إن أنا بقول ال-layer دي أو الطبقة بتاعة الأرض دي عندي هي younger ولا older than other layers يعني بقارن أو باخد السن بتاع الطبقة دي نسبيا يعني مقارنة بحاجة سواء فقفو ايها أو تحت ها فالغير اللي بيعني بتاعتيها طبعاً حاجة older than layer بتاعة الركض تمام فدين بتدين حاجة اسمها relative age relative age يعني مش سن محدد أو مش يعني رقم أو إجيابة واضحة زين مثلاً كده لما أسأل عندك كم سنة هتقول مثلاً أكبر من أخي عمر طب وبعدين عندك كم سنة أيوة يعني لأ أكبر من أخي عمر طب أنا معرفش أصلاً عمر ده سنه قد إيه بس لو لما أجي أقار أنت أكبر تمام أوكي يعني نوع ما indicator طيب لو بقى سألتك عندك كم سنة وجاوبتي بالظبط مثلاً وليكن 18 كده أنت قلت حاجة اسمها أو أنت قلت حاجة اسمها ال radio active dating أو ال radio metric dating السن بالظبط absolute age مش relative age يعني السن الحقيقي مش النسبي طمام فعشان كده principle of superposition superposition عندنا هنا بيقول لنا relative age اللي هو السن بتاع الروك ده مقارنة بالروكس التانية فبيتعبر عنه أو بنقدر نقولها ب expression اللي هو more than أو less than أو younger than أو older than the other ركس طمام طيب فباختصار يعني هي a date given for a sample expressed as younger than or older than other rock أو fossile تمام هو ده relative date تمام أو principle of superposition اللي بيدينا relative age طيب بالنسبة لل radiometric dating radiometric dating هو بيدينا absolute age ليه لأن الساينتست ساعتها بيعتمدوا على radioactive minerals اللي فيها radioactive elements بيحصل لها breaking apart أو decaying يعني مع الوقت طيب نقدر نحدد بالزبط الزمن بتاعنا أو السن بتاعنا زي ما قلنا هنا لو سألتك مثلا عند كم سنة هتقولي 18 لكن هنا لو سألتك في relative أو في relative age عندك كم سنة أكبر مثلا من أخي عم تمام طيب عشان كده العلماء اعتمدوا أكتر على radiometric dating علشان هو exact وهم محتاجين data بتاعتنا تبقى exact dating علشان يعرفوا التأثيرات بتاعت كل event على التاني يعني أنا مثلا لو عرفت إن الروك دي حصلها أو سوري الفوصل دي كانت موجودة قبل الفوصل دي تمام كويس وبعدين أنا كده معرفتش مثلا طب إيه سبب يعني إيه الحجل خلت إن الروك دي تموت سوري إن الفوصل أو الورجانزم دي يموت عشان يكون الفوصل دي وخلت الورجانزم التاني دي يعيش فلما أعرف الوقت بالزبط هقدر أربط ما بين الأحداث واعمل لينكينج ما بين الفترات الزمنية اللي عاشت فيها الورجانزم وإيه اللي حصل فيها وأبدأ أدرس الأفكت بتاع one event on the other فعشان كده كانوا العلماء معتمدين أكتر على الراديومتريك دي فايد الراديومتريك دي زي ما قلنا بيعتمد على الراديو اكتف دي كي فهنتكلم شوية عن الراديو اكتف دي كي الراديو اكتف دي كي احنا أخدناها برضو بس نبدي كده لليه البارتكل سواء نيوترين أو بروتر فايد الاتوم دي اللي بيحصل لها اللي بتبقى unstable اللي بتبقى heavy اللي بتبقى يعني البارتكلز بتاعتها بيحصل النيوكلز بتاعها بيحصل losing من البارتكل بتبقى اسمها الparent atom الparent atom هي يعني زي ما نقول الاتوم الأم هي الparent atom طيب لما الparent atom دي تبدأ هاو تبقى stable weight lose particle بتبدأ تتحول ليه حاجة اسمها أو lighter atom أو atom أخفت شوية وmore stable اسمها daughter atom تمام يبقى الparent atom عندنا هي الheavy والdaughter atom عندنا sorry daughter atom هي light والdaughter atom هي عندنا product بتاعنا من اللي حصل دي الparent atom تمام طيب فبعد مرور يعني أو لما تكون parent atom دي قد يحصلها دي يحصلها دي يحصلها دي لحد ما توصل لنص كميتها أو لنص عدمها ده بنسميه الhalf lifetime يبقى ايه هو الhalf lifetime هو length of time it takes for half of a radioactive substance to decay يبقى الوقت اللي بيحتاجه الradioactive substance إنه يوصل لنص الكمية بتاعته أو نص الoriginal amount بتاعه فعشان كده إحنا عندنا في الradioactive substances أو radioactive elements في وقت معروف بالنسبة لهم اسمه الhalf lifetime هو الوقت اللي بتوصل فيه كمية الradioactive minerals أو radioactive elements اللي جوه substance بنص بالزبط فعشان كده العلمية أحطو لها equations عشان نقدر نحسب بيها الamount أو original amount of the original amount of substance left و final mass of substance كمان و number of lifetime فدي الفورمولة بتاعتنا بتقول in mass left أو final mass يعني equal initial mass الoriginal mass الكمموجود the substance على أو divided by two to the power of n ايه هي n دي هي number of half life times number of half life times دي العدد مش مش half life time لا ده عدد half life times اللي عدد يعني ايه يعني تعالوا نشوف الagexample ده كده ممكن يوضح الدنيا احنا عندنا هنا 200 grams sample تمام حصل لها leaving يعني او كانت left for 16 days عدد 16 يوم والhalf life بتاعها اصلا 8 ايام حلو يبقى كده number of half life times كان العدد الhalf life times اللي هي عدت عليها تبقى 16 divided by 8 هتبقى 2 2 half life times تمام طيب والanition mass بتاعنا كان 200 grams فاحنا عايزين بقى نحسب final mass حنا عوض بشكل خصيدي جدا في الéquation b ان mass final equal mass initial اللي هو 200 على 2 to the power of n اللي هو 2 to the power of 2 واي ايام كان بقت النتيجة يعني هو ده left mass بتاعنا تمام اه هو احنا طبعا يعني calculations بتاعة الhalf life time علينا ويه بتيجي كل المتحانات وبتيجي كمان اللي هي percentage اه مثلا percentage left after مش عارفة five life times وكذا هتشوفوها برضو بس ان احنا نكون مراجعين الفورميل ده اضمن لنا عشان نقدر نحل طيب في بس معلومتين مهمين طيب معلومة عادية ان انا اه ماشي كل الهلمنت عنده half life time بتاعه والhalf life الhalf life times بتاعته ممكن تكون مختلفة طيب ده هيفدنا في ايه هيفدنا ان في الهلمنت عندها half life time كبيرة جدا زي مثلا الربديم الربديم راديو اكتف ايزوتوب عنده very very long half life time عوالي 48 point eight billion years تخيلوا 48.8 ده معناها ان هو بيحصل هيوصل لنص الكمية بتاعته بعد 48.8 billion years ده فترة كبيرة جدا جدا طيب هل كنوا قاعد فترة كبيرة جدا 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 ده ساعدوا العلماء في حاجة ايوة ده بيساعدنا لان احنا نلاقي الage بتاع very old rocks يعني لما يكون فيه راديو وياخد 48.8 billion years عشان يتحول لسترونتين فانا كده اقدر اعرف الage بتاع الرك دي وقد ايه هي قديمة او قد ايه او يعني ايه فضلت قد ايه من الزمن موجود تمام يبقى ده اول اكزامبل عندنا ليه هي عندها very long يعني زي ما نقول كده half life طيب ف very long half life تاعت elements هي اللي عرفتنا على الزركون فاكرين الزركون قلنا ان هو الفيرست او الاولدست منيرال الزركون قلنا ان هو الاولدست منيرال known on earth تمام فعرفوا منين بقى ان هو الزركون ده كان الاولدست منيرال on earth علشان كان فيه كمية من الراديو اكتف يورانيوم وحصل لديكيينج وبقى لد فلما عملوا ستادي ليه الراديو اكتف او الهاف لائف تايم بتاعت اليورانيوم علشان يكون لد اتلاقوا ان هو بياخد 4 billion years فعرفوا ان الزركون كان موجود من 4 billion years اللي هو من ساعة تقريبا الفورميشن بتاع الارث تمام فعشان كده عرفوا ان هي تعتبر من الاولدست منيرال على الارث وكمان في حاجة ممكن ناخدها في الحسبان ان هي كمان الزركون كانت عندها high resistant weathering يعني كمان الميرال او الراديو اكتف elements اللي عندها زي ما نقول كده يعني strength عالية وresistence للweathering والerosion بتبقى احسن واحسن بالنسبة لنا لان هي مش مع مرور الزمن بيحصل لها weathering كده وخلاص مش موجودة لا ده بتفضل ثبتة فبتفضل indicator احسن بالنسبة لنا عشان كده كانت اليرانيوم لما تحول لled كان indicator كويس ان الزركون هو الoldest mineral on earth تمام طيب وفيه كمان عندنا من خلال الراديو اكتف ديتنج عرفوا كمان ان southern greenland برضو زي ما خدنا في اول الو southern greenland هو من اقدم يعني فيها اقدم rocks oldest rocks كانت حوالي 3.7 3.8 southern greenland فيها كانت اقدم رقص حوالي 3.7 3.8 billion years ago اعذروا الخط بس هي المخفوض ان هي معلومات عندنا من اول LO ان شاء الله تكون مجمعين كده اهمية integration اللي حصل ما بين LO تمام فكده عرفنا الفايدة بتاعة elements اللي عندها very long half-life time من هي عرفتنا على زيركون وعرفتنا على southern greenland وكمان بتقدر تعرفنا على age of rocks طيب الالم اسبقى اللي عندها short half-life time زي مثلا ايه زي الكربون الكربون عنده half-life time بتاعه 5,730 years تقريبا تمام فده يعتبر نسبيا قصير يعني half-life time قصير عشان كده الكربون مش اصح حاجة او مش اكتر حاجة نقدر نعتمد عليها ان احنا نعمل dating لحاجات بس يعني نقدر نستخدم لحد حاجات سنها او عمرها 70,000 years لحد 70,000 years احنا تمام لكن غير كده مش هيقدر يعني يندكيت حاجات اقدم من كده او يوضح لنا حاجات اقدم من كده لانه مثلا لو الحاجة عد عليها وليكن 100,000 years لأ خلاص كده كمية الكربون كلها اصلا لتالحاجة هتكون اختفت مش هنقدر يعني مش هيقدر يدينا evidence كويسة عليها فعشان كده هو يعني هو مناسب اكتر لحاجات اقل من 70,000 سنة تمام طيب بقي بس معلومة برضو نقولها ان راديو اكتف ديتك ده بيعتمد على اجنيس ركس او بيكون معمول او نقدر نعمله في اجنيس ركس عشان نعرف ال ديتس بتاعتها او هي how old is it تمام اش معنى الاجنيس ركس لان الاجنيس ركس بتتراب فيها كمية كبيرة جدا من ال راديو اكتف ديتس لما بيحصل بلكانك اروبشون والمجمة وكده بيوقفيها كمية من ال راديو اكتف ديتس فعشان كده بتبقى موجود في الاجنيس ركس هو اكتر حاجة بيحصل لها راديو ديتنج لو هي كان فيها كمية من ال راديو اكتف بس مشكلة سيدمنتري ركس ان هي بتبقى يعني ايه دايما بروكن دايما بيحصل لها سيدمنتشن وبيحصل لها وذرينج وكده فمش بتبقى دقيقة قوي في الديتنج ومش بيبقى احسن حاجة بالنسبة لنا او مش احسن انديكيتور بالنسبة لنا ان احنا نقيس الديت بتاع الحاجة في سيدمنتري ركس بالراديو امترك ديتنج احنا ممكن نقيسها احسن بال ال superposition principle او اللي هو ال relative age يعني وكذلك مع الميتامورفك روك يعني الميتامورفك روكس برضو بتحصلها دايما تغير والpressure والtemperature وكده فالغير بالراديو اكتف منرالز اللي بواها بتبقى اصلا بتختفي فبيبقى احسن ان احنا نعمل لها الabsolute sorry الradiative ديتنج مش ال radiometric ديتنج علشان مش هنلاقي نتيجة توقيقة حتى لو عملنا الراديو احنا كده يعتبر خلصنا الاثنين الاؤوز ان شاء الله يكونوا كانوا حاجة بسيطة يعني ويكونوا سهلين بنسبة لكم الاسئلة انا رأي ان احنا بصراحة نجاوبها ان احنا المرة ثالث ماشي لما حطينا الوز في الاخر وان انتوا تجاوبوا في القومنس وكده يمكن عشان الوقت مش كلكم اسعبكم ان انتوا تجاوبوا بس انا رأيي بصراحة ان احنا يعني خلص نخلينا زي ما احنا نجاوب احنا نقرأ مع بعض والنقش في الاسئلة احسن هنا مع بعض في الفيديو علشان حتى تكون المعلومة سبتة اكتر بالنسبة لكم بعد ما تخلصوا الو تمام هنا اول سؤال هده زي ما احنا عارفين ان الابسوليوت ايش ده هو الوقت بالزبط هو الوقت بالنسبة لحاجة تانية افتكروا دايما الانقش سنك كام اكبر من اخوية سنك كام بالزبط لو الريلاتف ده سنك كام اكبر من اخوية لكن الابسوليوت ده سنك كام 17 سنة فأنا بيقول ان الابسوليوت ده are expressed in years before present الابسوليوت ده دول عبارة عن years او سنوات قبل البرزن قبل الحاضر بتاعنا يعني مثلا من 500 مليون سنة من 400 مليون سنة وهكذا طيب elements are good for finding the age of very old rocks that مش هارفة ايه that which هاب ماشي مهم يعني ان الالمents اللي نقدر نتمد عليها عشان نعرف the age of very old rocks هي الالمents with a very long half-life time زي ما خدنا وي عندها كمان very slow rates of decay وكمان لو جت في سؤال ثاني ممكن تقول ان هو عندها very slow rate of weathering يعني ان هو ما بيحصلهاش حتى weathering بسرعة علشان برضو نقدر تحتقص بالradioactive element اللي هنقدر نعمل بالradioactive او الradio metric دي تمام طيب the minerals that used to determine the age of rocks of rocks layer must be او اهي highly resistant to weathering and erosion المانيرلز اللي باستخدمها او اللي باعتمد عليها لازم تبقى resistant to weathering and erosion علشان ما تبقاش هي كمان صلىها weathering مع الروق تبقى فيه كمية منها فضلة في الروق طيب 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 half life half life is the length of time taken for decaying half of unstable atom the king بتاعت الاتم نفسها مش earth rocks ولا decaying بتاعت nucleus لا هي unstable atom decaying half of the unstable atom تمام وهي طبعا the length of the time taken تمام طيب احفر سؤال all of the following are one time events except one time events هي اللي بتحصل مرة واحدة بس فالdeveloping of earth layers لا هي كانت cyclic events دائما بتحصل هي subduction وي subduction sorry convection currents وي الdeveloping بتاع الاتموسفير كان اه لا سويني بعتذر انا قررت السؤال غلط ايوه هنا بيسأل على الانه من دول اللي مش one time event ماشي بوي كده برضو اه الdeveloping of earth layers هو كانت one time event هو يقصد هنا الdeveloping of layers اللي هي core وال outer core والinner core والcrust صحي كانت one time event طيب الاتموسفير طبعا كان one time event وي الformation of earth كان 4.5 billion years ago هو one time event الحاجة اللي بحيدة اللي مش one time event هي formation of mountain خدت او بتبقى من process ال divergent او ال convergent او subduction زي ما خدنا في الالوز اللي فات كده احنا خلصنا الالو ده اتمنى يكون كان سهل وبسيط وانتو تكونوا عرفتوا تفهمو كده ويعني ايه تستوعبوا الاساميل الحلوة اللي فيه ان شاء الله يتبقى الالوز اللي جاية زي ما خدنا بوي